بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله نكمل مع بعض Listen to Listen to بيكلم عن types of adaptation كنا شرحنا في الفيديو اللي فات أنواع الادابتشن ياريت تكون شفتها يتكلمنا عن أن فيه structure الادابتشن وفيه behavior الادابتشن Structure adaptation is a change in the structure of animal body to adapt its environment عشان يناسب البيئة بتاعته And behavior adaptation is a change in behavior or acts of group of animals to adapt its environment تكلمنا عن examples phoenix fox وكلمنا عن architect fox وتكلمنا عن poll shark في الفيديو البسيط ده هنتكلم مع بعض عن panther chameleon البانثر chameleon من الحربيات أو من الكائنات الغريبة جدا اللي هي عندها فكرة أنها تغير لونها تخيل أنت لو كان عندك الصفة دي صفة أنك تقدر تغير لونك يعني تلبس مثلا تي شيرت لونه red مثلا فتخلي لون جسمك يكون مثلا يكون مثلا إيه white مثلا فيليق مع ال red أو أنت مثلا لبسة blue مثلا لونها مثلا orange فتحبي أنك تلبس مثلا لون إيه أن تبقى أنت اللونك لونك مثلا blue فتغير اللونك عشان شكله حلو كنت أتمنى بصراحة أنها تكون موجودة البانثر كاملة عنده الحكاية دي هو يقول لي أن الزوحف من الزوحف هذه الحاجات من الزوحف that are an ancient type of animals هذا نوع قديم جدا من الكائنات الكائنات دي موجودة يمكن قبل الإنسان كمان bodies of reptiles الزوحف دي such as lizards are covered with skills هذه نقطة مهمة يتغطى بالقشور جسمه عليه قشر كده جسمه يعني ملوله كده عليه قشر كده طب بيعيش فين البانثر كامليون ده بتعيش في التروبيكال فوريستس بتعيش في الغابات المطيرة يعني بتعيش في الأماكن اللي فيها مطرة وفيها حاجات زي كده طب الستراكشور أبتيشين بتاحها تركز بقى معي أولا جسمها نقول الستراكشور ده مطابب بالجسم بالباطي جسمها في مميزات كتير أولا إنتهاز brightly colored skills عندها ألوان جزابة جدا هلاص وي إتبروفايد كاموفلاج with surrounding environment ألوانها جميلة جدا وبيكون عندها كاموفلاج يعني تقدر تعمل تخفي the contain green leaves and colorful flower يعني في الأماكن اللي فيها أوراق خضرة وألوان وكده هي بتقدر تتخفي طب هل فكرة إن جسمها ملون هي دي بس الفكرة اللي بتخليها تستخبى لأ عينيها غريبة جدا عين البانفر كمال غريبة جدا يقول لك it's i move in opposite direction إيه ده بقى ده فكر بقى في الحكاية دي تخيل انت عنيك واحدة بتروح النحية دي واحدة بتروح النحية دي يعني تشوف اليمين والشمال مع بعض انت عارف ان عنيك تبص يمين أو تبص الشمال هل ينفع تكون بصص يمين والشمال مع بعض أنا قصدي تكون عين شايفة كل اليمين وعين شايفة كل الشمال لا طبعا where each eye can move independently independently يعني مع نفسها يعني بشكل مستقل from the other كل عين مستقل عن التاني انت عنيك مرتبطة ببعضها على فكرة انت لو حركت عنيك لو روحت نحية اليمين تلاقي الاتنين بيروح يمين لو روحت نحية الشمال الاتن بيروح نحية الشمال مافيش واحدة بتروح كده واحدة بتروح كده أنا قصدي واحدة بتروح يمين خالص ووحدة بتروح الشمال خالص so one eye can be searching for something to eat يعني واحدة عين تبص على الأكل والعين التانية while the other is on looking up or looking out for danger يعني وهي بتاكل عين بتبقى على الأكل وعين بتبقى على أعداءها عشان لو حد هجبها ديلها الديل بتاعها ده ديل مميز جدا الديل ده ديل مميز جدا V shape يعني بيبقى بشكل معين كده يقدر انه هو يمسك في الفروع بتاعت الشجرة it has V shape feet رجليها سوري رجليها بتبقى رجليها بتبقى V shape هوريك رجليها V shape يعني شايف رجليها عاملة ازاي سويني بص رجليها عاملة زي حرف ال V بتبقى عاملة كده عشان يمسك في الفروع ودلها بيبقى كويلت كده بيقى ملفوف يبقى بيقول لي هنا ايه يقول لي it has V shape feet and tail like a hand رجليها عاملة زي الإيد كده تمسك it's attacker عشان تخوف الاعداء بتوحها بتنفخ وشها عارف ازاي هقول لي كان هي غلبانة جدا بس عشان تخوف الاعداء بتاعتها بتبتدي تعمل تلات حاجات it buffs up its body بتنفخ جسمها it open mouth wide بتفتح بقوها جامل جدا it changes color of scales بتبتدي تعمل حركات كده تخوف العدو ايه تخوف العدو بتاعها ده يعتبر behavioral adaptation اتفرج على الفيديو ده انه ممتع جدا وتفرج على panther camillion منهج بتاعكم منهج جميل جدا وسهل وان شاء الله تكونوا دايما من الاوائل خلصنا كده listen to ان شاء الله نتقابل فيه listen to فريب اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد البشي bye bye